وفي صحيفة الشرق الاوسط ايضا اردوغان الاضطرابات في فرنسا سببها العنصرية والاستعمار اعتبر الرئيس تركي رجل طيب اردوغان ان الماضي الاستعماري لفرنسا والعنصرية المؤسسية فيها هما سبب اندلاع الاحتجاجات العنيفة وعمال الشغب في هذه البلاد ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية فقد عقب ايضا اردوغان عقب اجتماع حكومي وابدى اردوغان عن قلقه من ان تؤدي الاحداث الاخيرة في فرنسا الى مزيد من قمع المسلمين والمهاجرين بعدما قتل شاب من اصل جزائري يبلغ من العمر 17 عاما برصص شرطي اثناء عملية تدقيق مروري كما قارن اردوغان مقتل مئات المهاجرين في نهاية يونيو حزيران قبلة السواحل اليونانية بمقتل الاثرياء الخمسة الذين غاصوا لرؤية تايتانيك قائلا ان تركيز الاعلام على الحادث الاخير علامة على العقلية الاستعمارية المتغطرسة غير الانسانية القائمة على تفوق الانسان الابيض علما بان اثنين من القتل الخمسة كانوا باكستانيين واعتبر الرئيس التركي ان هذه العنصرية موجودة خصوصا في البلدان المعروفة بماضيها الاستعمار حيث تحولت العنصرية الثقافية الى عنصرية مؤسسية وهي السبب الاحداث في فرنسا وكثيرا ما يدين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاسلاموفوبيا التي اعتبر انها سائدة في فرنسا واضف اردوغان لسوء الحظ معظم المهاجرين الذين حكم عليهم بالعيش في احياء فقيرة تحت اضطهاد ممنهجهم من المسلمين وتابعت ايضا وسائل اعلامة تركية عن كثب اعمال الشغب التي اندلعت في فرنسا بعد وفاة الشهب نائل